مازالت ولاية كاليفورنيا الأمريكية تكافح لاحتواء الحرائق التي اندلعت في كافة أنحائها وتشهد الولاية خلال سنوات الأربع الأخيرة أشد موجة جفاف وحر كما شهد العام الماضي معدلات أمطار منخفضة تسببت في عطش مساحات واسعة من الأراضي لحظة درامية حينما علق السائق وسط حطام سيارته المشتعلة بعدما انحرفت 19 مترا عن الطريق اخترقت حوامة الإنقاذ تلك الدخان الكثيفة لإنقاذ الرجل الذي وجد نفسه محاطا بالنيران التي أشعلت حريقا في البرية انتشر سريعا إلى أطراف الساحل الغربي نحاول ضمان الأمان وتجنيب المصابين أي مخاطر كما نحاول الحفاظ على أمان الطائرات تعاني كاليفورنيا أسوأ موجة جفاف وحر خلال السنوات الأربع الماضية لم تشهد مثيلا لها وشهد العام الماضي معدلات أنطار منخفضة ودرجات حرارة عالية دمر الكثير من المنازل بعد انتشار النيران في كافة أنحاء الولاية وخاصة في الجنوب أصبح احتواء الحرائق أهم أولويات رجال الإطفاء الذين يعملون على مدار الساعة لمنع انتشار ألسنة لهم ولكن لم تظهر علامات حتى الآن على توقف الحرائق